أبعاد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان لم تنتهي بعد فإلى جانب الحركة الأفغانية هناك حركة طالبان الباكستانية التي تربطها صلاة تعاونية وعيديولوجية مع حركة طالبان الأفغانية منذ نشأتهما علاقة قد تتسبب بمخاطر وتحديات أمنية على باكستان الخطر الأكبر المتمثل بطالبان الباكستانية هي أن الجماعة ستتشجع وستستفيد من نجاح نظيرتها الأفغانية في السيطرة على أفغانستان وفقا لحسين حقاني السفير الباكستاني السابق لدى واشنطن والذي توقع أن تحاول طالبان الباكستانية تكرار ما حدث في أفغانستان على الأقل في مناطق البشتون شمال غرب باكستان مخاطر تلك العلاقة ظهرت علانية بعدما أقدمت طالبان الأفغانية على إطلاق سراح سجناء حركة طالبان باكستان من السجون الأفغانية وهذا ما أكدته وسائل إعلام عالمية عند اجتياح طالبان للمدن الأفغانية علاقة سرعان من عكست على الأرض بتصاعد الهجمات ضد حكومة إسلام أباد وإعلان طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم انتحاري قبل أسبوع أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة أكد أن باكستان ورغم تقبلها لسيطرة طالبان في أفغانستان إلا أن أسلام أباد حليفة واشنطن ستضطر إلى تنفيذ أي عقوبات دولية مفروضة على أفغانستان حتى أنها لم تعترف بعد بحكومة طالبان تحسبا لأي رد فعل دولي أمر قد يؤدي لتداعيات أمنية خطيرة على إسلام أباد والمتمثلة بزيادة هجمات طالبان الباكستانية ضدها